بتفاصيل الخبر الهام الورد أسفل الشاشة أين أصدرت محكمة سيد محمد بالعاصمة أحكاماً في قضية أطليبة وكذا نجلي ولد عباس والأحكام كالآتي إدانة الوافي ولد عباس بعشرين سنة حبساً نافذاً وغرامة ثمانية ملايين دينار جزائرين تأييد أمر بالقبض على الوافي ولد عباس المتواجد في حالة فرار إدانة إسكندر ولد عباس بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت بثمانية ملايين دينار جزائرين إدانة بهأدين طليبة بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة ثمانية ملايين دينار جزائرين مع إدانة خلادي بوشناق بعمين حبساً نافذاً وغرامة قدرت بمائتي ألف دينار جزائرين والبرأة للوكيل العقاري محمد حبشي من جميع التهمية